بأمر الحكومة 17 إجراع عاجل والتنفيذ فورا أهلا بكم أدعوكم لإشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يبصلك كل جديد في الفيديو ده هننشر لكم أبرز طوابط وقواعد ترشيد الأنفاق العام بالجهاد الدخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل جاحة فيروس كون يأتي ذلك في ضقت زايد الطلب على تدبير مبالغ مالية إضافية لتوفير مستلزمات طبية ومواد تطهير تمثلت أبرز الضوابط في عدة من المحاور كالآتي الأجور وتعويضات العاملين 1. عدم إجراء أي تعينات أو ترقيات مع عدل وظائف القيادية التي يتم العرض بها على جهات وسلطات الاختصاص 2. عدم إجراء أو تسويات أو أي تعديلات وظيفية إلا اعتباراً من أول يناير 2020 وبعد صدور قرار من رئيس الوزراء بذلك ما لم يكن التنفيذ بحكم قضائي واجب النفاذ 3. حظر الصرف على المنح التدريبية ومكافئات التدريب والمنح الدراسية في الداخل والخارج 4. حظر الصرف على اعتمادات الخدمة الاجتماعية بخلاف الإعانات الاجتماعية الشهرية أو الموسمية والرياضية والترفيهية للعاملين 5. حظر زيادة بدل الاجتماعات أو حضور الجلسات واللجان عما تم في السنة المالية الماضية 6. خفض 50% من قيمة بدل حضور الجلسة أو الاجتماع الواحد أما بخصوص شراء السلع والخدمات 1. حظر الصرف على تكاليف البرامج التدريبية ونفقات نشر إعلان ونفقات الدعاية ونفقات الحفلات والاستجبالات ونفقات الشؤون والعلاقات العامة والاعتمادات المخصصة للعلاقات الثقافية في الخارج 2. حظر الصرف على الاشتراك في المؤتمرات في الداخل والخارج وإجار الخيام والكراسي وبدل انتقال السفر بالخارج وتكاليف التنقل والانتقالات العامة بوسائل أخرى للسفر بالخارج 3. بخلاف ما سبق بالبندين السابقين تجميط 50% على الأقل من الاعتمادات المالية المدرجة للجهات الداخلة بقطاعي التعليم والشباب والثقافة والشؤون الدينية وهي الكطاعات التي تم تعليق أنشطتها جزئيا أو كليا بموجب قرارات رئيس مجلس الوزراء وذلك دون مصاريف التأمين ونظافة والصيانة وترميم الأسهر 4. بخلاف البندين المشار إليها بعليه بالنسبة لباقي الجهات التي لم يتوقف النشاط بها تجميد ما يعادل من 20% على الأقل من الاعتمادات المالية لأوجه الصرف بكافة بنود وأنواع الباب الثاني بموازنات الجهات الداخلة بالموازنة العامة للدولة الحاجة الثالثة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية أولا تجميد 50% من المدرج للخدمات الاجتماعية بخلاف الإعانات الاجتماعية والمعاشات الضمانية والرياضية لغير العاملين والإعانات لمركز الشباب 2. حظر الصرف على الجوائز والأوسمة إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء 3. المصرفات الأخرى حظر الصرف على الاشتراكات في الآيات المحلية أو الدولية والمساهمات بكافة أشكالها إلا بعد موافقة وزارة المالية والجهات ذات الإختصاص في ضوء الحاجة الحتمية والملحة لذلك 4. شراء الأصول الغير مالية والاستثمارات أولاً تجميد 100% من اعتمادات بند وسائل النقل والانتقال 2. تجميد 50% على الأقل من اعتمادات بند أبحاث ودراسات 3. تجميد بالنسبة 50% على الأقل من اعتمادات مباني غير سكنية 4. تجميد 50% على الأقل من اعتمادات بند التجهيزات 5. وأخيراً يسري أحكام هذا القرار على كافة موازنات الجهات الداخلة 5. في الموازنة العامة للدولة سواء جهاز إداري أو إدارة محلية أو هيئات عامة خدمية 6. وهيئات عامة اقتصادية ويتسنى من القرار عدة جهات منها الصحة والتموين والبترول والداخلية والخارجية 6. إذا أعجبك الفيديو عزيز المتابع لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس حتى يصلك كل جديد 6. ترجمة نانسي قنقر